ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير؟ توقعات برج الحوت للأسبوع الاخير لشهر يونيو لعام 2021 الاسبوع الاخير احنا هنتكلم على الايام من يوم 22 يوم 30 الدنيا بالنسبة لنا شكلها عامل ازاي ايه التغيرات اللي موجودة خلال الاسبوع ده؟ لان بالفعل فيه تغيرات قد ايه مهمة؟ ايجابية هي مهمة للايجابية طب ايه الوضع او ايه التغيرات دي؟ مبدئيا احنا عارفين ان كوكب المشتري كوكب الحظ موجود في برج الحوت في برجك التغيرات ان موجود الزهرة برضو في برج السرطان وكمان الشمس هتكون بتنطاقل من يوم 23 لبرج السرطان يعني بيدي لك عندك كده نوع من انواع التكافق والقوة والتميز والابداع والتصالح في حاجات كتير قوي مش كده وبس لا الكوكب عطارد كان موجود في برج الجزاء بحركة التراضع لكن حاليا بقى موجود بحركة امامية طب ده يعني ايه؟ يعني ان عندنا المشاكل العائلية والمشاكل الاسرية وبعض الخلافات والاختلافات هتبدأ تتصلح بداية من يوم 22 فهيبدأ معاك ان الدنيا تتصلحة تكون افضل واحدة واحدة خطوات الا ان من يوم 23 لما الشمس تكون موجودة بالفعل في برج السرطان بتدي اضافات كتير جدا جدا لبرج الحوت من ان التصالح يكون شيء جيد من ان يكون في صفحة جديدة تتبني في حياتك من ان يكون فيه عندك تميز تكافؤ كبير فيه عندك تقدم عندك بداية مهنية عندك تقدم عاطفي او حاجة تخص الاسرة الاولاد فعندك فيه قد ايه انفراجات قد ايه تميز قد ايه ابداع طيب بالنسبة لي ده التغيرات حلقات الكواكب لكن خلوني اتكلم في البداية على برضو وجود الامر في الايام شكلها عاملة ازاي يوم 22 ويوم 23 ويجزء من يوم 24 الامر موجود في برج القوس يعني ليك ايه يعني ليك انها هيكون فيه تحرقات مهنية اصلها الفترة دي فترة انتقال الشمس البرج السرطان فهتكون فيها فبتبدأ ان الامور او العيون كلها تتوجه ناحية الوضع المهني عندك فبيبدأ عندك فيه علو شأن منظور علو شأن او ترقية او فيه عندك مكسب مهمة او تحقيق حاجة مهمة جدا في الاطار المهني بيخلي ان يكون فيه اشخاص يبقوا نظرين ليك نظرة ليها علاقة بالانبهار وليها علاقة به واشخاص نظرتهم ليها علاقة به الحسد فكونوا حرسين جدا من الحسد ومن العين لانها بتفلق الحجر حقيقي يعني فلازم تكونوا واخدين بالكم جدا من النقطة دي فهنا فيه عندك وضع مهني جيد فيه تحرقات مهنية عايزة بس افهم حاجة للناس مش معنى وجود عشان ده ناس كتيرة بتفهمها كده ان وجود الامر في برج القصي يبقى يعني كذا كذا على كل الابراج لا فيه عندنا حركات الكواكب في تأثيرات البيوت يعني في البيت اللي كان بيأثر عليك فبيدي توجهات مختلفة او امور مختلفة فهمين اقصد ايه يعني مش على طول هتبقى كده لا فيه اختلافات كتيرة جدا جدا طيب لان انت عندك كمان فيه زوايا مهمة جدا بحركات الكواكب المهمة عشان نتكلم بشكل ابسط اكتر من نخشش في تعقدات فالفترة دي فترة مهمة جدا مهنية بعد كده الجزء بقى من 100 يوم 24 يوم 25 يوم 26 الامر موجود في برج الجدية فبالنسبة لك ده يعني ايه يعني تطوير من الاصدقاء لك يعني اجتماعات مهمة يعني ان عندك فيه طموح مهني او علو شأن مهني بيخلي ان انت تبقى تقعد مع اصدقائك فلان وعلان ها هنعمل ايه مشروعنا قايم ازاي دنيتنا ازاي فيه عندك فكري جديد بداية جديدة بتقترحها مع الاصدقاء فيه مشاورة مع الاصدقاء فيه بناية مشروع جديد فيه شراكة مهنية فيه صداقة فيه بيوجهوك توجيهات معينة توجيهات معينة ان فيه عندك نوع من انواع يعني لهم دور لهم الاصدقاء لهم دور كبير جدا جدا عندك فيه بقى بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين انت عندك انك هتتجه لحد ترتبط به من خلال الاصدقاء ممكن يكون حد قريب صديق ليك او ممكن تكون بعد حضور مناسبة تخص الاصدقاء انت بتدخل فيه تعامل مع شراكة معينة مع شخص جاي عن طريق الاصدقاء المهم بعد كده فترة يوم 27 ويوم 28 الامر موجود في بورج الدلو بعض المشاكسات شوية فيه بعض المشاكسات او الخلافات او حاجة قديمة بتسيطر عليك مرة تانية او علاقة قديمة بتبدأ انها هتواجه مشاكل معاك او ان انت بترجع بالقديم او بترجع للماضي او بترجع لنوع معين من الانتقادية او انك انت منتقد بشكل كبير من بعض الاشخاص فعندك ان انت نوع من انواع الانفعالات اللي بتبدأ انها تقدر تاخد لها يومين وابتدى يوم 29 ويوم 30 تبدأ الاحوال تاخد شكل هادي شكل افضل شكل احسن في ان انت تطور من نفسك في ان انت تمحي اي خبر سيء عنك في ان انت توضح بشكل ايجابي انك تثبت نفسك تثبت قدرك تثبت قمتك العالية وقت حلوة او يوم 29 ويوم 30 ان انت تقدم على وظيفة ان انت تصلح حاجة ان انت تقدم على حاجة معينة انك تعلن عن شيء ان انت تتقدم في شيء لان عندك وسائل دعم كبيرة وعندك حظ قوي وكل ده ما ننساش ان حتى كمان في بعض المشاكل اللي بنواجهها كوكب المشتري الداعم لنا بالحظ بيدعمك اوي بيخراجك من محن بيخراجك من مشاكل فبالتالي انت عندك نوع معين من الصمود الجيد ده بالنسبة لحركات الامر في الايام والدنيا ماشية ازاي لكن الوضع المهني بشكل عام الوضع العاطفي بشكل عام تكون قادر على الابداع اكتر عندك ترقية او عندك حاجة لها علاقة بمكافأة مادية ناتجة عن وضع مهني عندك لو بتشتغل في مجال الاستثمار او العقارات هيكون اكثر نجاح اكثر نجاح الحاجات اللي لها علاقة بالبيع والشراء هيكون فيها نجاح لان كمان لو هتكلم على الامور المادية انت حاجة عارضها للبيع او عارض ان انت تشتري حاجة هيتم خلال الاسبوع ده او انك انت تاخد قرار في الموضوع ده بشكل قوي خلال الاسبوع ده الوضع المهني كمان انت منظور فيه بشكل كبير منظور فيه من حيث الانبهار ومن حيث الحسد لازم تكون حذر جدا في كلتا الحالتين بالنسبة لك برضو عندك اصدقاء في الوضع المهني عندهم دعم كبير لك في الاطار المهني عندهم ان توجيهات معينة بيبدأ ان انت يكون عندك نوع من انواع لا يعني فيه عندك حالة من حالات ان انت عايز توصل لهدف معين عندك عايز تحقق حلم كبير فالوضع المهني انه شايفه رائع جدا شايفه ان برج الحود بيتحرك تحية الافضل الاحسد فوقت حلو مميز ما ننساش طبعا ان عندنا يومين مميزين يوم 29 ويوم 30 حلوين جدا جدا لاصحاب برج الحود برج الحود برضو بالنسبة لك انت عندك المريخ برضو فيه نوع معين من التقلبات هتكون حذر في حاجة صغيرة لانها تخش على الوضع العاطفي والوضع المهني في الشراكات خلي بالك كتير من التقلبات اللي ممكن تكون ناتجة عن شراكة مهنية انك انت شريكك المهني يوم حلو يوم مش حلو خلي بالك كتير من تقلباتك انت المزاجية اللي بتأثر على الوضع المهني واللي بتأثر على الوضع العاطفي خلي بالك لان التقلبات المزاجية ممكن تخسر بيها في اي لحظة كون حذر جدا ان انت تكون هاذي انك انت تحاول تحل الامور بسياسة وبهداوة ده هيكون ألطف كتير بالنسبة للامور العطفال الناس اللي مش مرتبطين في خطوبة او في زواج بالفعل في عندك اتفاق في بداية جديدة في تصالح للناس المنفصلين او اللي عندهم مشاكل مع بعض لا فيه تصالح كبير وجيد جدا بالنسبة للناس المتجوزين فيه عندك ان الدنيا بتهدى ان فيه تراجع بشكل افضل رجوع لبعض بشكل افضل فيه لم الاسرة تعامل لم الشمل مع العائلة لا جو حلو جدا 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 انت بتحاول تحافظ على اطفالك بتحاول تقرب لقصرتك بتحاول تقرب للام او الاب جدا جدا فشايف ان الوضع افضل كتير عن قبل حاولوا تستغلوا الاسبوع ده وكونوا متفقلين تفقلوا بالخير تجدوا ما تنسوش لايك وشيروا اشتركوا في قناة تفعيل الجرس سلام